قال السفير أشرف سويلم نائب وزيري خارجية لشؤون المنظمات الإفريقية إن قمة منتصف العام التنصيقية التابعة للاتحاد الإفريقي جزء من عملية الإصلاح بالاتحاد الإفريقي وأضاف سويلم أن القمة تعضي تحديد للقمة السنوية العادية للاتحاد الإفريقي لمنقشة العديد من الملفات الهمة القمة دي بالصياغة دي بتعقد للمرة الخمسة ده كان جزء كان نتيجة لعملية الإصلاح اللي تمت في الاتحاد الأفريقي اللي كان فيه ملاحظة من الدول أنه فيه عادة كبير جدا من القمة بيعقد وبالتالي اتخذ القرار بأنه يبقى فيه قمتين قمة الأولى بمشاركة كل الدول الأفريقية اللي هي قمة الاعتهادية اللي بتعقد في مقر الاتحاد في فبراير على أنه في منتصف العام تعقد قمة أخرى لا تضم كل الدول الأعظام ولكن تقتصر على الرؤساء الدول والحكومات اللي دولهم بتترقص مجموعات اقتصادية إقليمية بالإضافة إلى رئيس اللجنة التوجهية للوكالة الأفريقية للتنمية اللي هي النيبات فالمشاركة محدودة الهدف الأساسي هو اتخاذ قرارات هامة اعدادا للقمة الاعتهادية اللي هتوقت في فبراير عشرين عربعة عشرين يمكن أهم الموضوعات اللي بتتنايش في القمة هي أولا الميزانية ميزانية الاتحاد العام القادم هذا طبعا موضوع في منتهى الأهمية لكل الدول الأفريقية ولكن بشكل خاص لمصر لأنه طبعا حضرتك أستاذ المشاهدين عارفين أنه مصر واحدة من الدول الخمسة الكبرى مساهمة في ميزانية الاتحاد الأفريقي إحنا لوحدنا مساهمتنا في الاتحاد حوالي 7.5% من إجمال الميزانية اللي بيشتغل بها الاتحاد الأفريقي فمناشط الميزانية دي كان موضوع بالنسبة لنا في غاية الأهمية الجزئية الثانية كانت الاستراتيجية أو الوثيقة اللي بتحدد العلاقة ما بين الاتحاد الأفريقي ما بين المنظمات والتجمعات الإقليمية بحيث يكون فيه تناغم وتكامل للأدوار وده طبعا هو الآخر موضوع مهم جدا